للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن مراسل القارة الإخبارية زميل أبو بكر بشير أبو بكر المعرضة تقول إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة المباني الدراسية إذن هل هناك حلول ونحن على مشارف العام الدراسي الجديد؟ الحلول التي تحدثت عنها الحكومة على لسان وزير المدارس نيك جيب هي التحول لطلبة هذه المدارس إلى نظامها التعليمي عن بعد هذا أحد الحلول والحل الآخر هو نقل الطلاب بشكل مؤقت إلى بعض المدارس الأخرى لكن لم يعطي سقفاً زمني لهذا الشكل المؤقت المعارضة وغير المعارضة يتحدثون حتى المجتمع المحلي عن إخفاق الحكومة لأنه ببساطة هذا النوع من الخرسانة مستخدم أو كان دارج استخدامه بشكل كبير في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي حتى منتصف التسعينات بدأت تظهر تقارير تحذر من رداءة هذه المادة الإسمنتية هذا النوع من الخرسانة لأنه ببساطة وإن كان أقل سعراً وأقل وزناً لكن به عيب تقني إنجاز التوصيف فهو يحتفظ بالرطوبة في داخله مما يسهل عملية التآكله لم تتخذ الحكومة أي إجراء منذ التسعينات وانتظرت حتى عام 2018 حينها انهار سقف إحدى الغرف المدرسية في مقاطعة كنت لحسن الحظ لم يسعب أحد لأن هذا الانهيار حدث في عطلة نهاية الأسبوع تعددت التقارير منذ ذلك الحين المحذرة للحكومة من رداءة هذه المادة الإسمنتية وخطر هذه المباني على الطلاب أيضاً الحكومة لم تتخذ أي إجراء وانتظرت حتى صباح اليوم ونحن قبل خمسة أيام فقط من بداية العامة الدراسية لتعلن أن طارئاً جديداً وندليلاً جديداً ظهر وهو ما دفعها لاتقاد هذا القرار الحديث عن انهيار حقيقي حدث مؤخراً قبل أيام فقط في إحدى الغرف المدرسية لم يرن عن المكان بالضبط ولكن قيل أن أحد الأعمدة انهار ومع فحص هذا العمود تبين أنه لم يتأثر بأي ضغط خارجي وأن سبب الانهيار هو تأكل العمود من الداخل ولأنه مبني بنفس المادة لكن نحن أمان عدد أكبر الآن من المدرس أبو بكر يعني 156 مدرسة هل أعطت الحكومة جدولاً زمنياً لإلهاء هذه الأزمة قبيل بدء العمد دراسي؟ لم تعطي جدول زمني والأزمة الأكبر أنه لا تزال هناك عملية فحص لعدد آخر من المباني والمدارس ولربما يظهر لنا أسماء مدارس أخرى تضاف إلى القائمة هذه واحدة الثانية أن الحديث الآن بدأ يدور عن أن هذه المادة الإسمنتية لم تكن تستخدم حصراً في المدارس ولربما نسمع عن مباني أخرى كالمحاكم كالمباني السكنية ربما أيضاً تكون عرضة لعمليات ربما عادة البناء أحد العائلات تم إبلاغها من خلال مدير المدرسة التي يذهب إليها أبنائها بأن عمليات الصيانة قد تستمر حتى سبتمبر من العام 2025 بمعنى أن هذا إذا وضعناه مقابل ما قالت الحكومة أنه إجراء مؤقت لنقل الطلاب سواء إلى التعليم عن بعد أو إلى مدارس أخرى الحديث بالفعل عن عدد ضخم من المدارس نحن لا نتحدث عن إشكالية فنية يمكن حلها بجرد قلم نحن نتحدث عن عملياً إعادة بناء لهذا العدد من المدارس وربما عدد أكبر من المباني فنحن أمام أشهر وربما سنوات وربما مساحة جغرافية وساحة بريطانية تشمل هذه المدارس أبو بكر بشير بوراس القارة الإخبارية في لندن أشكرك جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر